عملة البيتكوين الافتراضية تخزر نصف قيمتها خلال الأسابيع القليلة الماضية وتتراجع ما دون السبعة آلاف دولار أي أقل من النصف مما كانت عليه في أكتوبر الماضي مسلسل الانهيار في أسعار العملة الافتراضية كان له تأثير سلبي على مستثمرين في الخليج وبالأخص في الكويت فرغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات في المنطقة من خطر استخدام العملات الرقمية وخصوصا البيتكوين خسرتنا عشر ألف متداول في الكويت تحديدا رؤوس أموالهم وأرباحهم بسبب تراجع العملة وتقدر خسائر هؤلاء بخمسمائة مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية الكويت كانت تستحوذ على واحد ونصف في المئة من قيمة التداولات العالمية للبيتكوين العام الماضي وقدر مبلغ تداول الفرد في مطلع العام الماضي بنحو عشرة آلاف دولار وتضاعف ليصل إلى سبعين ألف دولار في أغسطس الماضي وفي محاولة للحد من الخسائر الكبيرة لدى المستثمرين في هذه العملة أفادت تقارير إعلامية بأن البنك المركزي في الكويت يفكر في إصدار عملة رقمية تكون مرتبطة بالدينار وفي في محاولة الأشهر محاولة اكتشفات مهمة تحدد